طيب، تحدثنا عن باكالوريا 2020، نسبة المئوية، نسبة النجاح بنسبة الرياضيات اليوم والآن نتحدث عن التخصصات والانتقال إلى المرحلة الدراسات العليا اليوم كل الناجحين أمام اختيار مصير حياتهم كيف سيكونون في تعليم العالم وتمين الانتقال إلى عالم الشغل اليوم التوجيه الجامعي، كيف يكون أو كيف يجب التعامل معه سواء كان من طرف الأولياء وحتى الأساتذة المشرفين على هؤلاء الناجحين طبعاً كما قلت في السابق بالنسبة للتخصص وتسجيل بالنسبة للجامعة بما أن الظروف استثنائية رغم التحفظة تعنا فيما يخص القرار السابق فيما يخص بعض الأشياء التي منظور بيداغوجي نرفضها لكن الأمر الواقع الآن يفرض علينا بأننا نساير هذا النجاح بتوفير وتهيئة ظروف تسمح للتنميذ بأن يستدرك ما فاته بتحقيق ربما الرغبة تعه لأن التنميذ لما يحقونه الرغبة تعه في التخصص إذن ممكن أنه يبدع، ممكن أنه يستدرك الضعف إن كان عنده بعض الضعف خاصة في الظروف وينضيعنا في العام الماضي في فصل الثالث هذا التراكم هذا اللي هو نقص بالنسبة للكفاءات التنميذ اللي يروح بها نحن لا نشحب بين كأسات إذا رغم أننا في الطور الثانوي أننا ننقل ضعفنا للجامعة لأن العمل لازم يكون هناك نوع من التنسيق بين الجامعة والمراحل الأخرى للتعليم حتى تكون المخرجات جيدة، يكون العمل فيه تناسق، فيه تكامل بين الأطوار، بين المرحلة الثانوية والجامعة وأيضا نسمح التنميذ هذا لأنه كما قلت بأنه أول خطوة يوضح التنميذ في الجامعة لازم تفتح له الآفاق، ما نغلقش عليه الآفاق هذه النجاح انتاعه وينهيقوله كل الظروف المواتية وهذا يكون بالتنسيق ولا يكون من هذه مهمة الجامعة في توفير هذه الظروف ولا هالتخصصات اللي احنا أصلا في التوجيه على مستوى المرحلة الثانوية كين إشكال؟ لازم إعادة النظر في التوجيه لأنه في كثير من الحالات لازم تعلم سيدي بأن التنميذ اللي نحترم الرغبة التحهم هما نسبة بسيطة حوالي 5% يعني في مئة تنميذ ربما في مؤسسة تربوية والمئة تنميذ عندك عشر تنميذ فقط اللي نحترم الرغبة التحهم فيما يخص ماذا ليحقون نتائج جيدة أما الباقي فهناك ملمح لنخضع له وهذا الملمح في كثير من الحالات ما يسمحش لأننا نراعي موازات في توزيع بين الشعب نراعي وجوانب أخرى ما تهمش التنميذ كثير لأن التنميذ يبحث عن تخصص ولهذا نرجع للتعليم التقني اللي غلقناه وهذا تسبب لنا مشكل كبير في أنه بدل أن الكثير من تنميذ يحبوا هذا التخصص اللي هو التعليم التقني ما شيء بالشكل اللي رام يقولوا عليها هو لا نظر تعليم التقني كما كان هو موجود خاصة كانت الوسائل والإمكانيات الكبيرة اللي كانت متوفرة في المتاقم كانت تسمح بهذا التعليم وأيضا تمنع ربما جزء من التسرب المدرسي لأن هناك تنميذ اللي يحب هذا التخصص إذا ما أعطيت له شيء التخصص ممكن أنت راح تقضي على الرغبة تاعة ولا على الشغف تاعة ولا الحب تاعة لكن ينسبق للأغمان وبالتالي راح ت ولهذا قلنا هذا كان مهم جدا وأيضا لتخصصات لأن هناك تخصصات كبيرة حتى أن في نقابتنا طالبنا ببكالوريا خاصة بهذا الشعب بكالوريا خاصة يعني باش نفتح عدد البكالوريات نهدرها في التربية نهدر في قطاع التربية وليس في التكوين في زارة التكوين المهني نهدرها فيما يخلق بوزارة التربية أعلاش؟ هذا يفتح التخصصات يقضي على التسرب أيضا عدد السنة ويعني كل هذا الأمور كل هذا الأمور هذا التخصص هذا أو هذا التعليم التقنيج لأننا نضله من أجلو باش يعود يرجع لي أنه ليس هناك مبرر ليخليه ونضغيوه كبقية ربما الكثير من القرارات الغير بيداغوجية اللي دايما نرفضها نرفضها من منطلق بوضوعي من منطلق أو من منظور بيداغوجي ما هوش من منطلق أننا نريد النقد ولا ما أشهده هو ولهذا فلازم هناك تكون إرادة طبعا التعليم هو ككل كما قلت لنتهي في السابق التعليم ككل يحتاج إلى إرادة سياسية ويحتاج إلى أهداف ماذا نريد من هذا التعليم؟ إذا كنا نريد مخرجة جيدة أن هذا التعليم يساهم في ويلعب دوره والمدرسة تلعب دورها في البلد إذن لازم نوفره لها ولازم تكون انطلاقة جديدة لهذه المدرسة بتوفير الإمكانيات بإعادة بإصلاح ربما التعليم الثانوي إعادة الإصلاح التعليم الثانوي أيضا ظروف بالهياكل بالظروف داخل المؤسسات اللي تكون مقبولة كل هذا الآن المؤسسة اللي تعجز عن تسديد فاتورة الكهرباء صحيح ونتكلم على مدرسة ونتكلم على عدد متفوقين ونتكلم على نسبة نجاح نضم باللي رانا رانا كيش يقولون دي كلاش مع الواقع متنقدين متنقدين مع الواقع إذا تريد للمدرسة وتكلم على نسبة وتثمن وتفرح وتنجح إلى أخي يجب أن توفير الميكانيزمات الخاصة لنجاحها يعني تصل الأهداف تعالى المدرسة المدرسة ما هيش ناكلوا نشربوا القزوز وناكلوا طمبينا اليوم وانتهى ما شي هذا هو احنا هادمين منظرنا هو أننا نفرح من اللي احنا نفرح من اللي احنا نسمى المجهود من اللي احنا نفرح كلنا نفرح من أجل تنميذتنا وهذا هو تنميذتنا والحنا الأولى بالفرحة منهم لكن نريد مستقبلاً ظاهرنا لهذا التنميذ نريد المواصلة نريد الاستمرار نريد منخراجات جهيدة لماذا رفع نسبة النجاح في الباكالوريا بكل شعبها طبعاً نسبة تقعنا 55% رغم الواقع رغم القراءة اللي قلت ربما ما نقدرش نقرأ قراءة الصحيحة رغم هذا سح تبقى نسبة 50% يعني 50% أخرى رأي راسبا 50% هذي واشن هذي مشاريع واشن هذي 50% تمنى سيد سوبروين ربما الموضوع في الباكالوريا وفي التعليم هو متشعب لو نتكلم على كل شي رح ندخلون من الابتداء ومتطالعين يعني هكذا شكراً جزيلاً لك على حضورك معنا سيد سوبروين الأمين العام لنقابة مجلس السنوية الجزائرية الكلا كنت معي في هذا الملف شكراً جزيلاً لك إذن تابعينا الكرام